لماذا يوصفون أنه سيد المالكي هو رئيس الحربة في قضية حكومة المالكي خاصة بقضية دخول الخضراء مرتيان وقضية الحشد دائما المفتاح يمك يعني المحور الرئيس بعملية التهديئة التصعيد الذي يصير أنه يقال أنه حرب شيعية استعراض الذي صار لدخول منطقة الخضراء عقب اعتقال سيد مصلحة والثلاث عشر قبلها كان الذي يسوي عملية التهديئة جنابك والله هذا أنا أفتخر بها وأعتز أن يكون أنا طرف مهدئ لأنني أنا أؤمن بالدولة واستقرار الدولة واستقرار الحكومة واستقرار القوى السياسية فأفتخر وأتشرف أن يكون لي هذا الدور وفعلا أنا أمارس هذا الدور ولكن أيضا هناك أخوة آخرين يمارسون هذا الدور ويتدخلون ويتوسطون ويهدئون وهذا أنا أعتبر ما أفتخر به صوتك ما اسمه عند الحشد يعني الحشد أخوة تدري أنا عندي علاقة بالحشد أنا اللي أسست الحشد وأنا اللي أعطيت وأنا اللي حميت وأنا اللي وظفيت والحشد أيضا الذين قاموا بالمهمة وأحترمهم وأوجلهم وإلى الآن أحترمهم وأجلهم وأدافع عنهم وأحانيهم ولا أسمح ولا أقبل بالتجاوز عليهم كما لا أسمح أن يكون هناك تجاوز باسم الحشد حتى لا يساء لسمعة الحشد نعم علاقة طيبة مع أهمن لا أنكر ذلك وربما يحترمون كلامي أيضا بقدر كما قالوا في إحدى المرات لو لا اتصالك احنا ما كنا ننسحل آه ما الخضراء لو لا اتصال جنابك ما تزحبوا ما أدل والله فالقضية من القضايا اللي صارت قالوا والله لو لا اتصالك ما ننسحل أنا ما أقبل مثلا يصير اعتداء على رئيس وزراء ويتعرضون إلى مثلا مكتبة وإلى القصر الجمهوري وريد نعتقل هذا كلام أنا ما قبله أنا أريد الدولة محترمة والمسؤول في الدولة محترمة وجميعنا نقف إلى جنبه ما دام في المسؤولية طيب تغييره ما راضين عنه عدنا بعد شهر نكسر عدنا انتخابات نروح نصوت بالانتخابات نغير مو ما رح سأل انتخابات في شهر العشر بس ان شاء الله صير أكون انتخابات في شهر العشر ان شاء الله يعني التصميم والإرادة منصب على أن تكون نعم بدت في حال تأجيلت شن الموقف رح سأل لكتلة القانون في حال تأجيل القضية خطرة على البلد كيف لأنه سوف لن تنعقد بعض إذا تأجلت عن عشر عشر بعد ما تنعقد وإذا ما نعقدت ستنتهي شرعية الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية ويتتحول الحكومة إلى تسيير أعمال حتى متصرف أعمال تسيير أعمال ونحن نقول الآن الحكومة بكامل صلاحيتها ولا تستطيع كيف إذا صارت تسيير أعمال رح سيصير بالبلد فوضى وسيكون السلاح والحاكم وهذا ما نخشاه من يدفع أن لا تكون انتخابات في عشر عشر تقريبا أنا ما سمعت بصراحة إحنا عندنا اجتماعات من القوى السياسية التي نلتقي بها ما سمعنا أحد يقول أنا أدعو إلى عدم عدادة والشباب المتظاهرين ما التشرين يسرحون والأخيرا هم بدت تظهر من عدم تصريحات سنضع حواجز أمام مراكز الانتخابات ونمنع الناخبين سنتصدى للمرشحين ونضرب والآن بدت فعلا يعني استهداف لبعض المرشحين وأكو بعض المحافظات الوضع الأمني بها غير مستقيل ربما إجراء العملية الانتخابية سيكون صعب ولكن احنا نشدد على السيد رئيس الوزراء القادة العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية أن يبذلوا كل الجهد على أن نكون نحن أيضا مستعدين للتعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأوضاع الأمنية لإجراء الانتخابات حتى لا ينزلق الوضع السياسي في البلد إلى الفوضى